بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطيب المرسلين ثم أما بعد فأوصي جميع المصريين في سائر بقاع بلدنا الحبيب مصر أن يؤشر على استفتاء الدستور الجديد بنعم لا من أجل أن الدستور الجديد معصوم أو أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا من أجل أنه حقق غاية أمال الإسلاميين ولكن من باب سدده وخاربه وهو عمل بشري لا بد أن يلازمه النقص والعيب وهو غاية المتاح بالنسبة للإسلاميين وقد بدل إخواننا الكرام في الجمعية التأسسية من ممثل الدعوة السلفية وحزب النور جهدهم من أجل أن يأتي هذا الدستور على أعلى ما يمكن أن نصل إليه من نصرة الشريعة الإسلامية فأنا أوصل جميع بأن يصوتوا بنعم على هذا الدستور الجديد من أجل أنه يفتح الباب تطبيق الشريعة الإسلامية ويحول بين وضع قوانين تخالف الشريعة فهو أول دستور يعني ينصر الشريعة نصرا مؤذرا أقول أيضا هذا الدستور يعني يكفل كرامة المصريين وحريتهم بما لا يخالف شرع الله عز وجل ويحق المساواة في الأمور المدنية والعامة يعني بين سائر طوائف الشعب هذا الدستور أيضا يعني هو الاستفتاء عليه هو الباب لتأسيس يعني مؤسسات الدولة من المجالس النيابية وغير ذلك أقول ينبغي أن نقول نعم للدستور الجديد أيضا من أجل أن تنطلق الأمة بعد ذلك في الحضارة والاستثمار وتحقيق رغبات الشعب المصري ولأن الدستور هو كالهوية بالنسبة للأشخاص فكما أن البطاقة للهوية أو البطاقة الشخصية أو العائلية بتبين يعني هوية الشخص فهذا الدستور يبين هوية مصر فهذا الدستور يعيد يعني إلى الأمة هويتها واستقرارها والذين يعارضون يعني هذا الدستور أو يؤيدون غفض هذا الدستور لو نظرت إليهم تجد النصارى ولا شك أن ما في قلوبهم من حقد على الإسلام وعلى أهل الإسلام وعلى شريعة الإسلام يدفعهم إلى أن يكونوا عائقا بين المسلمين وبين تحقيق أملهم في تطبيق شرع الله عز وجل ونجد أيضا في هذه الجبهة الرافضة نجد فلول النظام السابق ولا يستغرب أنهم يرفضون هذا الدستور لأنه يحول بينهم وبين الحياة السياسية لمدة عشر سنوات من أجل أن يرجعوا عن أرائهم وعن مخططاتهم الفاسدة والمفسدة وأيضا علمانيون الذين هم أحذية الغرب الكافر في بلاد المسلمين ينفذون خطط الغرب الكافر ويريدون أن تكون بلاد المسلمين قطعة من أوروبا أو من الدول الكافرة وأن تفقد الأمة هويتها وأن تفقد الأمة ما تطلبه من تعظيم شرع الله عز وجل وتطبيق لدين الله عز وجل فمن أجل ذلك كله أنصح نفسي وأنصح إخواني على أن يبذلوا جهدهم وهذه المعركة ليست معركة لا نريد أن نتجاوز الخمسين بالمئة مثلا بواحد أو أقل من واحد ولكننا نريد أن نثبت للعالم كله أن مصر بلد إسلامية وأن شعبها قد رضي الله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا في الواقع المعركة هي معركة أن نكون أو لا نكون فالذين لا يريدون شريعة الله عز وجل اجتمعوا حتى صاروا صفا وحدا وحدا من العلمانيين ومن النصارى ومن فلول النظام السابق والذين يريدون أن تكون كلمة الله العليا وشرع الله عز وجل هو الحاكم للبلاد والعباد أيضا صاروا صفا وحدا سائر الطوائف الإسلامية والدعاء إلى الله عز وجل من سائر جماعات الدعوة اجتمعوا بحمد الله عز وجل على أن يكونوا صفا وحدا نصوة للشريعة الإسلامية ونصة لهذا الدستور الذي بإذن الله تعالى يكون بعده الخير وبعده الاستقرار وبعده الانطلاق في الحضارة الحديثة فأسأل الله تعالى أن يوفق المصريين في كل مكان إلى تأشير بنعم للدستور الجديد وأن يكون بداية خير ورفعة للأمة وأن يكون نهاية العهد السابق بما فيه من فساد وإفساد وأيضا الذين يريدون أن يعيدوا الأمة مرة ثانية وأن يجهزوا على الثورة المصرية من أجل عاية رموز النظام السابق أو فكر النظام السابق فتكون نهضة البلاد في جيوب يعني هؤلاء وعلى حساب يعني شعبهم وعلى حساب أمتهم فأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد وأشكر لإخواني في موقع أنا السلفي يعني هذه المبادرة الطيبة وأسأل الله تعالى أن يكون هذا الموقع منبرا يعني إسلاميا يعني سلفيا يشاع منه النور إلى لا أقول إلى سائر مصر بل إلى سائر بلاد العالم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر